مشاهدين دلوقتي معد مجز الأهم الأخبار مع هالة شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش تناول الاتصال خطورة توسع دائرة الصراع الجاري في الشرق الأوسط حيث تم استعراض الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بكميات كبيرة وفي أسرع وقت كما تناول الاتصال الدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم والإغاثة لأهل القطاع لأسيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنرواء التي تم تأكيد أهمية مواصلة تمويلها لتتمكن من أداء دورها الإنساني وخلال الاتصال رحب الرئيس السيسي بالدور الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة في الدفع نحو التهديئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية من جانبه تقدم جوتارش بالشكر لمصر على دورها الجوهري في العمل على التهديئة وتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع الرئيس السيسي في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة استمرار التصعيد العسكري بالمنطقة بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية وخلال اتصال مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جدد الرئيس السيسي إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا مشيرا إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق وحرصها على أمنه واستقراره هذا وأكد الجانبان ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبار ذلك الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين مشيرين إلى أهمية الجهود الجارية لتهديئة الأوضاع بقطع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع استشهد عدد من الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منازل وأحياء في وسط وجنوب قطع غزة في اليوم المئة والسادس عشر من عدوان الاحتلال المتواصلي على القطاع وشنت طائرات الاحتلال غارات عدة على مدينة رفح جنوب قطع غزة كما قصفت طائرات الاحتلال هدفا في مخيم النصيرات وسط القطاع وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بوقوع اجتباكات وقصف عنيف على منطقة بطن السمين وحي الأمل في خان يونس جنوب قطع غزة حيث تم استهداف مسجد الفاروق قرب مفترق الظهرة في مخيم خان يونس وسط إطلاق نار كثيف في المكان ومحيطه كما تجدد فجر اليوم القصف المدفعي لمحيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطع غزة أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول في حركة حماس بأن الحركة تريد وقف إطلاق نار شامل وكامل في قطاع غزة بعدما تم طرح مقترح لهدنة مؤقتة وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن مسؤول حماس شدد على أنه حين يتوقف القتال يمكن بحث باقي التفاصيل بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة أعرب وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين عن الأمل بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في قطاع غزة مقابل إفراج عن محتجزين بعد محادثات في باريس وقال بلينكين إنه إثر لقاء عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أنجز عملا مهما جدا وبناء مضيفا أن هناك توافقا قويا بين البلدان المعنية على أن المقترح الذي تمت مناقشته جيد وقوي أكدت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس بلونديمير زيلانسكي لم يقم بإقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالونزي وكانت وسائل أعلام قد ذكرت أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية قد أقيل من منصبه كما وردت أنباء عن إقالة وزير الدفاع رستوم عمروف قبل أن تنفي وزارة الدفاع الأوكرانية هذه المزاعم قائلة إنها غير صحيحة قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا قوته ست درجات هزل منطقة الحدودية بين كرغستان ومنطقة شينجيانج الصينية وأضاف المركز أن زلزال كان على عمق عشرة كيلومترات ورياضيا تأهل منتخب كودوفور إلى الدور ربع نهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظره السنغالي بضربات الترجيح بواقع خمس ركلات مقابل أربع في دور الستة عشر من المسابقة المقامة في كودوفور وكان الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي ذهبت لصالح كودوفور انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل